موسيقى مساء الخير مشاهدين حقق فريق الرمثة فوزا ثمينا على نظيره رافشان الطاجكستاني اليوم بهدف النظيف في أول ظهور له ببطولة كأس الاتحاد الأسيوي لكورات القدم في طاجكستان ضمن لقاءات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما فريقي القادسية الكويتي والشرطة السوري ويخوض فريق الرمثة ثاني اللقاءات في المجموعة يوم الثالث عشر من الشهر الحالي عندما يصدف فريق القادسية الكويتي ورغم شح المعلومات حول تفاصيل اللقاء وبخاصة أن المباراة لم تنقل على أي محطة تلفزيونية فقد نجح الرمثة في الفوز بهدف النظيف عن طريق نجمه مصعب اللحام وعلى الجانب الآخر خسر فريق الفيصري على أرضه وبين جماهيره أمام فريق ظفار العماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين هذا اللقاء الذي جرى اليوم على سد عمان لكن للأسف كانت نتيجة لمصلحة الفريق العماني بثلاثة أهداف لهدفين تقدم الفريق العماني بثلاثة أهداف ثم تمكن فريق الفيصري في آخر ربع ساعة من اللقاء من تسجيل هدفين لكنه لم يتدارك الموقف وخسر اللقاء على أرضه وبين جماهيره عقد اليوم في مقر اتحاد غربي آسيا الاجتماع برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد الدولي اجتماعا كانت تنسيقيا لبحث إمكانية التوافق على مرشح عربي واحد لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي والمقرر مطلع أيار المقبل في العاصمة الماليزية كوالا لنبور وبات الاجتماع وأتى الاجتماع تماشيا مع مبادرة سمو الأمير علي بن الحسين لإيجاد صيغة توافقية بين اتحادات غربي آسيا حول هوية المرشح لمنصب رئيس الاتحاد القري مؤكدا على أهمية مثل هذا الاجتماع التوافقي لمنح الفرصة أمام المرشحين المتنافسين من منطقة غربي آسيا لرئاسة الاتحاد الآسيوي من أجل عرض برامجهم الانتخابية في سبيل تعزيز مكانة الكرة الآسيوية على كافة المستويات اختار العراقي عدنان حمد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم اليوم سبعة محترفين في الخارج للانضمام لتشكيلة المنتخب والتي ستواجه منتخب اليابان في العاصمة عمان يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي في تصفيات النهائية المؤهلة نهائية كأس العالم واللعبون السبعة هم عامر ذيب وأنس بني يسين وشادي أبو هشهش وحمزة دردور ويسين البخيت وعدي الصيفي بالإضافة إلى أحمد هايل وأسائل تحق نجوم المنتخب في التدريبات بعد انتهاء الاستحقاقات في الأندية التي يلعبون لها حيث سيكون أحمد هايل وعدي الصيفي آخر المنضمين لتدريبات المنتخب من جهة ثانية يبدأ المنتخب الوطني في التحت 22 عاما التجمع يوم الثامن عشر من الشهر الحالي وذلك في إطار استعداده للمشاركة بنهاية النسخة الأولى من كأس آسيا والتي ستقام بداية العام المقبل بسلطنة عمان ووفقا لبرنامج الإعداد فإن المنتخب يتجمع جنبا إلى جنب مع كافة الفترات الزمنية التي يتجمع بها المنتخب الوطني الأول بهدف استغلال فترات التوقف للموسم الحالي وخاصة وأن غالبية لاعبي المنتخب يشاركون معنديتهم في بطولات الموسم المحلي وأعلن الكابتن اسلام ديابات المدير الفني للمنتخب أنه سيتم الإعلان عن أسماء اللاعبين الذين سينضمون للمنتخب بعد ختام المرحلة الحالية للدوري الأردني لكرة القدم وذلك للمشاركة في اللقاء الودي أمام المنتخب البحريني خلال الشهر الحالي وأيضا أمام المنتخب الكويتي كذلك اعتذر الاتحاد الأردني للتايكواندو يوم أمس عن عدم المشاركة في بطولات البحرين الدولية الخامسة التي ستقام في الثامن والعشرين من الشهر الحالي وجاء قرار الاعتذار نظرا لصعوبة تجميع المنتخب الأردني في هذا الوقت بحيث ما يزال الاتحاد يختار لاعبي المنتخب وستقام التصفية النهائية يوم غاد الخميس هذا وقرر اتحاد تايكواندو تعميم الدعوة للمشاركة في هذه البطولة على الأندية المنتسبة له أعلن 12 سائق من الأردن ولبنان المشاركة في الجولة الأولى من بطولة الأردن للراليات والمقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين في الأردنية لرياضة السيارات وتحضى قائمة المتسابقين وجود العديد من الأسماء البارزة في عالم الراليات وتشهد كذلك عودة معروف أبو سمرة وينطبق الأمر نفسه بعودة علاء خليفة كما تضم القائمة الأردنية علاء رشيد بالإضافة إلى حسام سالم واللبناني المخضر الرجيف غالي وينطلق الرالي من نادي السيارات الملكي باتجاه منطقة الغابة ليخوض المتسابقين ستة مراحل خاصة بحيث تحتسب نقاط ذرالي في كلتا بطولتي السائقين ومساعدي السائقين للعام الحالي وعلى الصعيد الأوروبي حيث عاد ريال مدريد من على أبواب الخروج من دور أبطال أوروبا ليحقق انتصارا غاليا على منشستر يونيتد بهدفين مقابل هدف واحد وليخطف التأهل لدور الثمانية من البطولة في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما على ملعب أولترافولد مساء أمس في إياب دور الستة عشر وفتح راموس أهداف المبارا بهدف مرماه في الدقيقة الثامنة والأربعين مانحا منشستر التقدم لكن مدريدش تمكن من إحراز التعادل في الدقيقة السادسة والستين قبل أن يتمكن الدون البرتغالي رونالدو من حسم الأمور في الدقيقة التاسعة والستين وشهدت المباراة اعتراضا واضحة من مشستر بعد طرد جناحه البرتغالي لويس ناني وفي المباراة الثانية وبعد غياب خمسين عاما عن هذا الدور استحق دورتموند الألماني التواجد بفوز كبير على شاختار الأوكراني بثلاثية نظيفة وسط المخاوف من تأخر انتهاء البناء في الملاعب وصل جيروم فالكي السكرتير العام للاتحاد الدولي لكورات القدم إلى البرازيل لفحص الاستعدادات قبل ثلاثة أشهر من إقامة مطولة كأس القارات ويزور فالكي ثلاثة مدن ستقوم بصدافة نهائيات كأس العالم كما سيشارك في اجتماعات مجلس الإدارة الخاصة باللجنة المنظمة لنهائيات بعد الانتهاء من هذه الزيارة وبدأ فالكي الجولة بزيارة مدينة ريسيفيا الواقعة في الشمال الشرقي للبلاد والتي لم تنهي أعمال البناء في الملعب الذي سيقوم باستضافة بطولة القارات في بداية الأمر كانت اتحاد الدولي لكورات القدم يريد أن تكون الملعب الستة جاهزة في شهر ديسمبر لكنه أجبر على تغيير الموعد النهائي حتى الخامس من شهر إبريل بسبب التأخر بأعمال البناء فازت سويسرية فيرجيني فيفر ببطولة العالم للتزلج الحر التي أقيمت في النرويج في حين فاز الأمريكي ديفيد وايس بلقب الرجال في نفس البطولة وتمكن الأمريكي ديفيد وايس من خطف صدارة الرجال في البطولة مسجلا تسعين نقطة ويشار إلى أن وايزة صاحب أربعة ألقاب أمريكية حل ثانيا في هذه البطولة في المواسم الماضية المركز الثاني كان من نصيب الأمريكي الثاني تورين يتر واليس وفاز أيضا الفرنسي توماس كريف بالمركز الثالث أما في منافسات السيدات ففازت السويسرية كما تحدثنا فيفر بلقبها الثاني فيما كان المركز الثاني من نصيب الفرنسية آنيا كارود في حين حلت اليابانية آيانا أونزوكا بالمركز الثالث شكرا